اشتركوا في القناة فأخذوا الحراس وذهبوا به إلى والي مكة فلما سأله لماذا فعلت هذا قال أردت أن أذكر ولو باللعن كثير من الناس يريدون أن يذكر ولو باللعن لا سيما هذا الذي يسمى زكريا بطرس زكريا بطرس هذا رجل قد نبذته الكنيسة وترد ولعنه قومه وتبرأوا منه وأقرانه لا يقرون له بشيء ولا بعلم ولا بأي شيء مغمور منبوذ أراد أن يذكر فلما أراد أن يذكر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن فيه وطعن في نبوته واتهمه بأنه مجنون وسكران وهذا ليس بجديد هذا ليس بجديد سنة الكفر وملة الكفر واحدة قد سبقه منهم أشد منه كفرا وعتوا ومنزلة بين قومهم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالجنون والسحر واتهمه بكل شيء لكن هذا المخبول الخبيث أراد أن يذكر أراد أن يذكر ولو أن يلعنه مليار وسبعمائة مليون مسلم يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأبون أن يتطاول عليه أي قزم من الأقزاب هذا الرجل الخبيث المخبول يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن وهذا الجاهل الجهول يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أمي ما كان يقرأ ولا يكتب أو إنه يعلم ذلك لكنه كذاب ويفتر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إنه لا دفي دفي كلام من الجن كمان وإن صورة الجن أهو الجن هم اللي تكلموا بها كاملا وسبحان الله على هذا الجهل المركب هذه الصورة أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء قل أوحي إلي هكذا تبدأ الصورة قل أوحي إلي هو يزعم النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ثم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيه ويسبه ويصف بما ليس فيه والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر من أنه زكيه والنبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت منزلة على الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم خير من خلق الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم حين تطول عليه هذا القزم أنا أجد في هذا خيرا نعم أجد في هذا خيرا أجد الآن المسلمون ينطفضون بحملات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله هو يسب فسبه هذا يوقذ الغفلنين من المسلمين حتى يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن انتشر هذا المقطع وتجد ملايين المسلمين الآن يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شيخ الإسلام من تيمية كما يذكر عنه أنه كان إذا كان المسلمون في حرب فإذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشرون خير ويعلمون أن الله سيفتح له لأن الله تبارك وتعالى ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملايين الذين هم على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه الحنيف دين التوحيد الذي ليس فيه شرك دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم زوجة لله ولا ولد لله ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم التثليث ليس في دين محمد طعن في الله تبارك وتعالى بل إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن هم على دينه كلهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا مناوء له وهو الذي أرسل نبيه بالحق يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد فوإن كان هذا الذي يدعوه هذا الظالم الجاهل الجهول على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق لكننا نقول أن هذه بشرة خير نعم هي بشرة خير للمسلمين الذين يجتمعون على حب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا عصاه وإن كنا لسنا على الجادة لكننا ندين بالسمع والطاعة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيد هذا الملعون لعنا يزيده من طين وخبال ووبال في الدنيا والآخرة قولوا هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله